اشتركوا في القناة وعذا كبير من كبار مسؤولي اليونسكو الرئيس منح بكوفة وسام الجمهورية من الطبقة الاولى تقديرا لجهدها في تعزيز التعاون بين مصر ومنظمة اليونسكو وامسهمتها في تطوير العديد من المشروعات الثقافية بمصر خلال الفترة الماضية فضلا عن دورها في الحفاظ على التراث الانساني العالمي منذ قليل افتتح مدير تعام اليونسكو برفقة الدكتور اشرف الشيحي وزير التعليم العالي والاخر ايامه في الوزارة النهاردة المقر الجديد لمكتب اليونسكو الاقليمي للعلوم بالمنطقة العربية بمدينة السادس من اكتوبر بعد ست سنوات من اعمال انشاء وهنا انا عايز اقول ان الوزير اشرف الشيحي وزير التعليم العالي اللي بعد ساعات هنقول عليه الوزير السابق يصحق كل التحية والتقدير بالرغم من رحيله عن الوزارة في تشكلتها الجديدة الا انه واصل عمله بكل وطنية وبكل حيوية وخلال الجولة اعربت مدير عام اليونسكو عن تقديرها لمصر وما كانتها ثقافية والفكرية الرائدة معي ومعكم على الهواء دكتور اشرف الشيحي وزير التعليم والبحث العلمي مساء الخير يا فن سيدة الوزير ايه يا فن اليونسكو النهاردة بالفعل كان فيه افتتاح مهم جدا سيدة الوزير عليك على الهواء مساء الخير مساء الخير يا فن اولا احنا بس بنوجه لحضرتك التحية ان حضرتك حتى اللحظات الاخيرة بتمارس مهام عملك بكل حيوية وبكل احترام فوجب ان احنا نشكرك على هذه الروح ونحب نعرف من سياتك ايه اللي تم النهاردة مع مدير اليونسكو الحقيقة النهاردة كان لقاء مهم جدا اه سيدة الينة بكوفا مديرة النظام اليونسكو انا التقت بها عديد من المرات اه سواء في مصر او في بريس واه احنا كان جزء من الكلام والحوار اللي دايما بيدور بنا هو المقر الجديد لليونسكو اللي مصر بتعمله غيرية لليونسكو تقديرا للتعاون بين اليونسكو وبين مصر المبنى دا اه مبنى الحقيقة على تراز عالمي متميز جدا اه بدأ انشاؤه سنة اه 2011 اه كان انتهى الجزء الانشائي منه ثم حدث توقف لاسباب عديدة اه في خلال الوزارة دي العام الماضي الحمد لله ديناله دفع قوية خلصناه بشكل متكامل انه هذا كان الافتتاح اه الافتتاح طبعا كانت في وجود سيدة مديرة نظامة اليونسكو وكانت الحقيقة سيدة منباهرة بالغاية بالاهتمام الكبير اللي مصر قدته من خلال هذا المبنى المتميز الحديث اللي هو قالت عليه بتعبيرها انه عالي الرفاهي نعم الحمد لله بيؤكد على عمق العلاقة وعلى اهتمام مصر باليونسكو سيدة الوزير عاوزين نرجع الى التعليم العالي سيدتك وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذ فترة ليس بقليلة اكيد وجهتك مشاكل كتيرة تنصح ايه الوزير اللي جاي بكرة بواقع خبرتك في كرسي الوزارة احنا الحمد لله كان يعني فترة عامرة بالجهد وفتحنا فيها كل الملفات على مدار 17 شهر نعلم جميعا ان منظومة التعليم دي نتاج 50-60 سنة بإيجابياتها وبسلبياتها احنا فتحنا كل الملفات حققنا الحمد لله انجازات كبيرة جدا يعني مصر الان للمرة الاولى خلال هذا العام هي رائدة التعليم يعني التعليم والعلوم والبحث العلمي في افريقيا اكبر منظمتين افريقيتين مصر الحقيقة دلوقتي استعادت المكانة بتاعتها على مستوى الغالعربية مستوى التعليم والبحث العلمي فكان كتير من الرؤى اللي احنا شرعنا استنفذها من خلال استراتيجية التنمية المستدامة 20-30 وضعنا استراتيجية طموحة جدا للتعليم والبحث العلمي بتشتغل من خلال 11 محور هذه المحاور كلها مشروعات مفتوحة بعضها تم الانتهاء منه بعضها مازال فطور العمل فبالتأكيد ان الوزير الجديد هيبقى معني بشدة باستكمال الملاخات دي واستكمال خطة التنمية اللي هي هتفضل في حالة عمل مستمر لغاية 20-30 سيد الوزير قبل التعديل الوزاري ما كانش عندك اي خلفين حضرتك هتخرج من الوزارة؟ الحقيقة لا لكن كلنا جنود واحنا بنشتغل علشان مصر 15 ساعة يوم على مدار عمر الوزارة بالكامل بما فيهم ايام الجمعة الحمد لله انا راضي تماما عن الهداء القديته اذا كان التغيير بيحدث احنا داعمين للوزير القادم وان شاء الله هنقف جنبه لان مصر هي الهدف واحنا كلنا في مصر سيادة الوزير دكتور اشرف شيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشكر حضرتك على هذه المدخلة ترجمة نانسي قنقر